أرقام قياسية للأهل في مجموعة الإفريقية بعد تصدر المجموعة على حساب يانجي أفريكنز التنزاني والفوز بهدف مقابل لشيء أهرزه حسين الشحات الجميل مش هتكلم في تفاصيل فنية متعلقة مباراة الأمس يعني مباراة للسجد التحليل أكيد يتكلم في كل التفاصيل الفنية ولكن الجميل في فوز الأهل على يانجي أفريكنز تقدر تقول الأهل عمل أرقام قياسية جديدة في دور أبطال إفريقي يعني بنا نتكلم مثلاً الأهل المرة الأولى من حوالي 16 سنة يعني بعد 2008 وهذه البطول الأهل يفز فيها على فكرة بدور أبطال إفريقي عام 2008 على حساب القطن الكاميروني في جروة بعد التعادل الإجابي هناك 2-2 بعد الفوز في القاهرة في لقاء الزهاب بهدفين مقابل لشيء لو نتذكر دور المجموعات عام 2008 الأهل لم يتلقى أي هزيمة والأهل لم يتلقى أي هزيمة وبالتالي بعد 16 سنة وفي 20-24 نادي الأهل في المجموعة الرابعة كسب 3 لقاءات وتعادل 3 لقاءات حصد 12 نقطة لم يتلقى أي هزيمة ده رقم قياسي رقم قياسي تاني آخر 5 نسخ من دور أبطال إفريقيا كان دايماً الأهل بيستنى لغاية السنية الأخيرة عشان يتأكد تأهله إلى الضر ربع النهائي يأما يبقى فيه رقل الجزاء مؤثرة في تأهل الأهلي يأما تعادل فريق مع فريق منافس للأهلي لكن المراضي منذ عام 2019 كان آخر مرة الأهلي تأهل في صدارة المجموعة وبالتالي بعد 5 سنوات النادي الأهلي حالياً في صدارة المجموعة بـ 12 نقطة كمان في نقطة تانية النادي الأهلي أحرز 6 أهداف خلال مشوار هذه البطولة في دور المجموعات ولم يتلقى إلا هدف وحيد لم يتلقى إلا هدف وحيد وكان أمام ينجي أفريكنز التنزاني في تنزانيا واتها كان ساعة حارس المرمى محمد الشناو قدامنا على شاشة يمكن ده ترتيب مجموعة الأهلي الأهلي 12 نقطة ينجي أفريكنز 8 نقاط بلوزداد 8 نقاط بعد الفوز على ميدياما بالأمس وبالتالي فوز تجاري ليس له أي قيمة وميدياما الغاني في الترتيب المركز الأخير بـ 4 نقاط النادي الأهلي خلاص تصدر مجموعته بـ 12 نقطة طيب النادي الأهلي كمان من المفارقات الجيدة وأنا شايفها يعني خبر أو نقدر نقول رقم إيجابي إن مصطفى شبير الحارس الاحتياطي اللازم يكون حارسا أساسيا طوال الفترات الماضية والفترات الماضية نتحدث عن سنتين ثلاثة كان دائما حارس احتياطي أو حارس ثالث بعد الشناو على لطفي ولكن منذ أن تم مشاركة مصطفى شبير في حراس المرمى بعد إصابة الشناوي لعب مع الأهلي ثلاث مباراة إفريقية منهم مباراتين خارج الزيار مع شباب بلوزداد في ملع خمسة شولية أمام أكتر من أربعين ألف متفرج ونجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكي أيضا في المباراة التالية أمام ميدياما الغاني في كماسي رغم الظروف رغم الأجواء أدغال إفريقيا وما أدراكم مع صوابات القرى الإفريقية ولكن مصطفى شبير نجح أيضا في الحفاظ على نظافة شباكي بالأمس المباراة الثالثة لأه على التوالي في ختم مباراة دول المجموعات نجح في الحفاظ على نظافة شباكي وبالتالي رقم إيجابي جدا لمصطفى شبير عشان كده أقول حضركم أرقام قياسية عديدة للنادي الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا العام النادي الأهلي منذ أن بدأت البطولة في شهر 9 الماضي لعب مباراتين في دور الـ 32 أمام بطل إسيوبيا كسب زهابا إيابا انتقل إلى مرحلة دور المجموعات لعب 6 مباراة 6 مباراة فس في 3 لقاءات وبالتالي النادي الأهلي حتى الآن لم يتعرض لأي خسارة الحمد لله نقدر نقول الأهلي كسب 5 مباراة وتعادل في 3 لقاءات لم يتعرض لأي خسارة لم يمنى مرمى النادي الأهلي سوى هدف وحيد في تنزانيا في الجولة الثانية من دور أبطال إفريقيا كلها أرقام إيجابية جدا مش هدخل بقى في التفاصيل الفنية كمان فكرة التشكيل المختلف والروتيشن ومحدش شعر بتأثير هذا الروتيشن والتغييرات اللي تمت على مدار المباراة الأخيرة فبالتالي نتائج جيدة تصدر المجموعة أرقام مهمة ومشاركة عديد من اللاعبين بعد فترة غياب كبيرة ترجمة نانسي قنقر